نظمت وزارة الداخلية الملتقى الثاني لشباب وطلائع المناطق الحضرية الجديدة على أرض الإسماعيلية وذلك تحت مظلة مبادرة كلنا واحد ديل جديد برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي للتعرف على معالم المحافظة وذلك في إطار الدور الاجتماعي للوزارة في ترسيخ معاني الولاء والانتماء لدى هؤلاء الشباب الإسماعيلية على أرضها نظمت وزارة الداخلية الملتقى الثاني لشباب وطلائع المناطق الحضرية الجديدة تحت مظلة مبادرة كلنا واحد جيل جديد برعاية رئيس الجمهورية حيث استضافت قرية 25 يناير التابعة لوزارة الداخلية هؤلاء الشباب على مدار سلاسة أيام ومنها انطلقوا يومياً ليتعرفوا على معالم المحافظة ما بين قديم وحديث أحدث إنجازات الدولة المصرية على أرض محافظة الإسماعيلية أنفاق تحيا مصر التي شهدت إعجازاً في زمن التنفيذ وبأيد مصرية يشاهدها هؤلاء الشباب لأول مرة معبرين عن فخرهم بهذا الإنجاز الكبير وجاءت الزيارة بالتنصق مع هيئة قناة السويس بسيطة جينا أم عرفت إن السيد الرئيس عملها رحلة وطلعناها وكنت مستنية اليوم ده جداً شفت المنطقة الأول واسمعتني فيه ملطقة تاني وسجلت اسمي وروحت اسمع عليها واشكر الرئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي أول مرة أخش نفأ وبصراحة أنا مكنتش عارف عنه حاجات والميس اللي قادة تشرح لنا عنه وأنا فخور ببلدي بسبب الإنجازات اللي اتعاملت دية وتحية مصر ومن أنفاق تحية مصر إلى كبر السلام المعلقة توجه شباب وطلائع المناطق الحضارية الجديدة لمشاهدة هذا المشروع العملاقة الذي يربط ضفتي قناة السويس إحنا أول مرة أشوف الحالات دي إحنا نسمع عنا لك ما بتشوفها إحنا أول مرة أشوف أدرقش أنا فخورة بلدي وبحب مصر قوي قوي من فوقكم للسلام أحب أقول كلمتي تحية مصر قناة السويس هي الزيارة الأهم التي رآها شباب وطلائع المناطق الحضارية الجديدة فهي فرصة لكل هؤلاء الذين قرأوا عن قناة السويس في مراحلهم الدراسية المختلفة تتاح لهم الفرصة لزيارتها والاستمتاع بجولة بحرية في المجرى الملاحي لقناة السويس الجديدة والقديمة كما التقطوا الصور التذكارية التي تخلد هذه اللحظة وسط عبور السخن العملاقة للقناة حاجة احنا بنشوفها في الكتب والتاريخ بس أنا مشكر رئيس عبد الفتاح السيسي إنه خلا نشوف حاجات كتير جداً حلوة في بلدنا تحية مصر تحية مصر لما تشوف أبطل حال فيك يا حمو يبنو اليوم الدين قليك يا وصل ربط والدين قلت لبلدنا بالأمان شرفت النهاردة طبعاً إن أنا قابل أولادنا وبناتنا من المناطق الحضرية الجديدة وعرفناهم على المركز وطبيعة عمل المركز سأحضرهم تلاقي إحنا بنعمل برنامج تدريبي للمرشدين وإيه هي الأجواء اللي إحنا بنعملها في البرنامج عشان نعيش المرشدين في كأن الأجواء دي حقيقة تضمن برنامج زيارة متحف آثار الإسماعيلية والذي يعد أول متحف إقليمي في مصر بعد المتحف المصري وضعت فيه القطع الأثارية التي اكتشفت وقت حفر قناة السويس نشكر سيادة الرئيس اللي إحنا جينا مكان زي كده وإن أنا عايزة أشوف بلدنا قدي إيه حلوة وقدي إيه بتقدمنا حاجة إن إحنا نتطور أكتر أرض الإسماعيلية التي كانت مصرحة لبطولات رجال الشرطة منذ 71 عاماً يخلد مضحف الشرطة بالإسماعيلية بطولاتهم حيث كان ضمن برنامج زيارة لهؤلاء الشباب الذين شاهدوا صوراً تؤرخ للمعرقة والتضحيات أنا هنا في مضحف الشرطة وشفت إزاي الناس كانت بتضحى عشان بلدنا والحد آخر جوندي فيهم وبجد حاجة تعلمنا للولاء مبادرة كلنا واحد أعرفتني عن الإنجازات والحضرات الموجودة في بلدي وأنا فخورة بمبادرة كلنا واحد إزاي حصن نفسي من أي حوار لطريقة أنا مش عايز أروحه اقروا يا أولاد لأن ده أمر إلهي اقروا علشان ده اللي حيعلمكم إزاي تتعاملوا مع الدنيا ومع الناس اقروا علشان محدش يضحك عليكم ندوات تطقفية على هامش الملتقى الثاني في مقدمتها ندوة عن الكوارث الطبيعية ومنها الزلازل أتاحت لهؤلاء الشباب والطلائع أن يتحاوروا ويتساءلوا بلدنا العظيمة اللي احنا تفرجنا عليها في الرحلة اللي احنا رحنا فيها دي مع بعض كان هدفنا وإحنا بنتفرج على الأماكن دي أن احنا نعرف أن البلد دي بتاعتنا احنا وأن الأماكن اللي انتوا شفتوها دي هي بتاعتكم وأن انتوا الوحيدين اللي هتحافظوا عليها وأن انت ما تحلم مش هتحلم عشان تبقى بلد تانية انت هتحلم عشان تحافظ على البلد دي عارفين أن بلدهم عظيمة وم الدنيا بس ما كانوش قدروا أن هما شوفوا ده بيعنيهم يعني جميل أن احنا نلففهم على المشاريع القومية اللي موجودة في البلد انتم مش لوحدكم انتم ما تنقلتوش من مكان لمكان فقط علشان نغير شكل حياتكم لا علشان نغير شكل حياة مصر كمان معاكم الوعي بتاحهم والانتماء للوطن زاد وعرف يعني ايه أهمية قناة سويس بالنسبة لهو كمان شخصيا على هامش الملطقة اتيحت الفرصة لهؤلاء الشباب والطلائع للإسهام في إعداد الواجبات الغذائية لباقي زملائهم في الملطقة الملطقة الثاني لشباب وطلائع المناطق الحضارية الجديدة اختتم فاعلياته بحفلة طرفهية ومسابقات رياضية نظمتها وزارة الداخلية محمد علي يا عيني عليك يا محمد يا علي حلوة 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 ويصدق حجم اللقاء في صفانة النهاية بفوز فريس كندبية على القاهرة خمسة أربعة إزاي أشجع من غير خيناء لازم عندك حاجة مهمة أو لازم تتعلمها إن أنا أشجع فرقتي وماسقش للفرقة التانية أنا لما بخسر لازم أتقبل الخسارة بس أعرف أنا خسرتي ليه ومقاش متعصب حتى مع زميلي اللي عايز ينجح بيركز في شغله هو ويركز في أخطاء وميخلقش أعذار طول الوقت اللي بيخلق أعذار بتهيأ للمنافس قدامك يرد عليك بالتالي هو عايز يرد فروحنا للتعصب اللي إحنا جايين بسببه النهاردة كرة القدم إطلاقاً 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 ما فيهاش كلمة تعصب فيها انتماء فيها روح فيها التشجيع فدي مبادرة عظيمة جداً 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 ولازم إحنا نشتغل على النش على السن الصغير ده شكراً يا رئيس وبنحبك جداً عشان تخليتنا الروح لأماكن دي ابتسامة جيل جديد من أبناء المناطق الحضارية الجديدة تم بناء قدراته وعقوله مع بناء مساكنه ليحيو حياة كريمة في جمهورية جديدة وتسع وزارة الداخلية إلى الإسهام الفعال في بناء قدراتهم وتعميق روح الانتماء لديهم لوطنهم وفي نهاية الملطقة تم عمل لوحات شرف للمتميزين رياضياً وتعليمياً وثقافياً بالمناطق الحضارية الجديدة ليكونوا قدواتاً لزملائهم موسيقى 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 كلنا واحد جيل جديد مبادرة أطلقتها وزارة الداخلية برعاية الرئيس الجمهورية لتعريف شباب وطلائع مناطق الحضرية الجديدة بالإنجازات على أرض هذا الوطن وتعميق روح الولاء والانتماء لدى هؤلاء الشباب بعد أن وفرت لهم الدولة حياة كريمة في المناطق التي تم إنشاؤها عبدالله بركات التلفزيون المصري